منكرش أن دايماً أي مبارا المان يونايتد ببقى متعاطف معهم. صحيح أنا لا بقيتش بشجحهم. لكن الحقيقة دايماً اليونايتد بالنسبة لي كان واحد من أهم مصادر المتعة فيه فترة من الفترات. الفترة اللي كان بيلعا فيها جيل عظيم جداً. دوايت يورك، أريك أنتونا، بوز كولز، راين جيجز، ريو فردناند، يابستام، فاندر سار وغيرهم وغيرهم وغيرهم. نجوم سيطروا على الكرة وقدموا أفضل وأجمل كرة في العالم. لغاية لما ابتدت مرحلة تيكي تاكا مع البرسا تحت قيادة بيب جورديولا، ابتدى منشستر يتراجع. وما زال حتى اللحظة مش قادر يستعيد التقلق والتواهج. لكن الموسم ده كان مبشر جداً. وخصوصاً مع وجود أسماء كبيرة جداً زي طبعاً الدون، كريستيانو رونالدو، بول بوكبا، راشفورد، سانشو. ويعني النجوم برضو معادة تيكي تقول لك أنه اليونايتد دايماً قادر أن يكون منافس وقادر دايماً يكون حاضر في تحقيق الألقاب. هيكون معنا واحد من نجوم اليونايتد السابقين باتريك مكبين، هو ضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بدايةً طبعاً بشكرك على وجودك معنا وأهلاً بك على شاشة الأهلي. حسناً شكراً جزيلاً لكم فرصة جيدة لي لأرسل تحياتي لمشجع النادي الأهلي ولكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. أبارك لك بدايةً على ثلاث نقاط غالية وعلى تقلق للمان يونايتد أمام توتن هام في المباراة الأخيرة. شفت المباراة إزاي؟ وشفت أداء الدون رونالدو مع اليونايتد في المباراة إزاي؟ حسناً أعتقد أن المباراة كانت رائعة. المباراة كانت مميزة. كان الأمر واضح للجميع. كريستيان رونالدو تألق في هذه المباراة. المباراة كانت مذهلة. اللاعبون أدوا بشكل مذهل. وخصوصاً كريستيان رونالدو الذي أحرز ثلاثة أهداف. فهذه تعتبر انطلاقة جيدة لمنشستر رونالدو مع كريستيان رونالدو. استعداداً للموسم القادم على وجه التحديد ودور أبطال أوروبا الموسم الحالي. فأعتقد أن المباراة ضد توتن هام سبيرز كانت مباراة قوية. وخصوصاً بعد هذا الأداء. كتيبة اليونيتد من وجهة نظرك هل عندها القدرة على استعادة أمجاد اليونيتد. اللي في فترة من الفترات أو لمدة يمكن عقد من الزمان. كلمة سيطرة كاملة على الكرة الإنجليزية وعلى الكرة الأوروبية أيضاً. هل تعتقد نفس الكتيبة دي عندها أو اللجوم دول عندهم القدرة على تكرار ده مرة تانية؟ أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى اللعبين. هذا الأمر يعتمد على اللعبين أنفسهم. أعتقد أن منشستر رونالدو في الفترة الحالية ليس كما كان في السابق. في السابق كان العديد من الأندية تنافس مع منشستر رونالدو. ولكن الآن كما ترى مانشستر رونالدو لا يستطيع أن يجاري ليفر بول أو مانشستر سيتي. فأعتقد أن اللاعبين أنفسهم يجب أن يتحلوا بالقوة. هم من يجب أن يجيبوا على هذا السؤال وأن يعودوا لمنصات التتويق مرة أخرى. حتى يتمكن اليونالدو من المنفسة ومزحمة السيتي وليفر بول. من وجهة نظرك يحتاج إلى إضافة أسماء جديدة في السكواد؟ لعبين جداد ينتدبهم اليونالدو. أو لا يحتاج فقط إلى تغيير الإدارة الفنية؟ حسن الأمر كان صعبا في الفترة الأخيرة. ففي الفترة الأخيرة مع أليكس بيريكسون كان الأداء مرضيا نوعا ما. وأعتقد بعد التغيير لم يكن الأمر على مستوى طموح الإدارة. التحول الذي جرى لم يكن على المستوى المأمول مع فان خال أو مورينيو أو سولتشاير أو حتى الآن مع رانجنيك. الأمر الآن صعبا. الأمر يعتمد على المجموعة ككل. أعتقد أن الأمر لا يرتكز على مدير فني لحاله. وأعتقد أن الأمر يرتكز على المنظومة ككل. اللاعبين والجهاز الفني. أعتقد أن الإدارة عليهم أن يستقدموا لاعبين كما يريد المدرب في الفترة القادمة. تقييمك لمستوى رانجنيك مع المن يونيتد في ظل تورد أخبار على أن أدارة اليونيتد مهتمة باستخدام بوشتينو ومدرب البي أجي لتدريب يونيتد في الموسم القادم. حسنا إذا تحدثنا صراحة عن بوشتينو فبوشتينو مدرب كبير يؤدى أداء رائعا مع توتنهام أو مع باريس سانجرمان. هو مدرب يستطيع أن يقود المباراة بشكل جيد. ورأينا ما فعله ضد ريال مدريد. فأعتقد أن وجود بوشتينو مع الفريق هو أمر رائع. ولكن لنأمل أن يكون رانجنيك قادرا على النهوض بمانشيستر نايتد. ولكن بالطبع بوشتينو هو مدرب رائع في كل الأحوال. إيه هي الصفقة التي تتمنى ضمها للمان يونيتد؟ الأمر صعب. السؤال صعب. يوجد العديد من اللاعبين الذين أتمنى تواجدهم في اليونيتد. حينما أفكر في يوجد كثير من اللاعبين الموهوبين في البريمير ليج وأيضا خارج البريمير ليج. ولكن أعتقد أن الأمر حقا أن أهم شيء هو إحضار لاعب في خط الدفاع. يجب عليك أن تستقدم لاعبين لتدعيم خط الدفاع بأقصى سرعة. أي أن كان يجب على الإدارة أن يسترعي انتباه الإدارة. فعلى مان يونيتد إذا أراد الفوز وإذا أراد أن يفوز بالدوري ودوري الأبطال مرة أخرى يجب أن يكون هناك من يقودون الفريق في داخل الملعب بدلا من الحاليين. بمناسبة كلامك عن الدفاع اللي بيعتبر يمكن أضعف خطوط المان يونيتد في وقت كنت بتكلم فيه على إنه اليونيتد كان بيضم أسطير في كل الملاكس طبعا ولكن كمان في الناحية الدفاعية أسماء كبيرة وعظيمة جدا. البعض بيستنكر أو بيستغرب انضمام ماجواير لمانشستر يونيتد برقم يقال أنه فلكي أعتقد صفقة تجاوزة 70 أو 75 مليون يورو. في وقت بيظن البعض أن مشاكل اليونيتد الدفاعية كلها سبابها الأساسي أو الأول هو ماجواير. تتطفق ولا تختلف؟ المباراة بالأمس أظهرت ماجواير في موقف سيء أحرز هدفا عكسيا ولكن الأمر يعتبر الأمر صعبا على كل اللاعبين وليس ماجواير واحدة. ماجواير لعب كبير ولكن يجب أن يكون هناك. اللاعبون يدعمون ماجواير يحتاج الدعم من الجميع هو فترة صعبة. أعتقد أن يجب على الإدارة يطاول مزيد من الوقت ولكن يجب أن يقوموا بتدعيمه بالعديد من اللاعبين في خط الدفاع. فكما تعرف إذا كنت أنا مكان الإدارة سأعطيه وقتا أكثر ولكن سأشرك معه قائدا في الملعف في خط الدفاع كما ترى في ليفربول. فكما كان في السابق نيمانيا فيتش مع ريو فردناند كان الأمر مذهلا. يجب أن يكون هناك قائدا في الدفاع مع ماجواير. ماجواير مدافع جيد ولكن إذا نظرت إلى هذا المركز في الملعب يجب أن يكون لديك مدافع متطور. ويجب أن يكون هناك مدافع بهذه الإمكانيات كما كانت في السابق. حسيب الماني نايتد واروح معك للمنتخب الإنجليزي في ظل امتلاك إنجلترا لأهم بطولة أو أهم مسابقة محلية على مستوى العالم. الكلام على الـ Premier League فيها عدد كبير من أهم نجوم كرة على مستوى العالم. فيها عدد كبير من أهم الأسماء في عالم التدريب على مستوى العالم. هل تعتقد أنه ده يكون ليه تأثير على فرصة منافسة منتخب إنجلترا في نسخة كاس العالم قطر 20-22؟ حسنا دعني أتحدث أولا عن ما جرى في اليورو. كان الأمر كما رأى الجميع الفريق نافس حتى الرمق الأخير. ولكن ما جرى حدث ما جرى أمام الجميع. ولكن المنتخب الإنجليزي لديه مجموعة من اللاعبين عندهم القدرة على المنافسة. لست متأكدا بخصوص الفوز بكأس العالم. ولكن لدينا فريق رائع. فريق نهاري جدا. ولكن لا أعتقد أنهم سيفوزوا بكأس العالم. باتريك ماك جيبن نجم من طبعا مني يونايتد السابق. بشكرك شكرا جزيلا على مشركتك معنا في السادسة.